خلينا نرجع لكلامنا عن المباراة وزي ما إسلام كابتن سام بيقول إن المباراة مباراة صعبة جداً على النادي باقي مباراة صعبة جداً هاني ولازم يكون وقعية يعني إحنا عدينا الدور الأولاني عدينا الدور الثاني إنما أنت بتلعب مع ريا المديد يعني يعني مفيش أكبر من كده سواء من حيث التاريخ والبطولات والألقاب حتى في نفس البطولة دي ناس عندها خبرات يعني أنا الفترة اللي فاتت ناس بتكلم عن الإصابات تعريل مدريد إحنا ما بلعبش موطش في الدور المحلي عشان نقول مثلاً الفرقة الفلانية بيبقى فيها ثلاثة مثلاً هما أحسن ثلاثة في الفرقة ودي أحسن اتنين في الفرقة جايبين لا الفرق دي بيبقى الأساسي والاحتياطي زي بعضه وعلى مستوى عالي جداً وإلا ما كانوش لعبوا في النادي ده في حتة غيابات وكلام من ده لا ده بالعكس ده ممكن يكون البديل عنده حافظ أكبر إنه جات له فرصة في ماتش زي ده يوصل بعد كده نهاء ويحقق ويلعب دي حاجة كبيرة لإسمه النادي ولتسويقه حاجة كبيرة جداً جداً يعني فإحنا لازم نبقى وقعين بنتمنى وعندنا طموح وحنعمل لده وحنبزل الجهد الكبير وحنركز كويس قوي إنما إحنا بنقابل يا جماعة ريال مدريد يعني يعني محترامي للجانب التاني وطبع مبارك للهلال بالصعود للنهاية إنما فلمينجو ما يتقرنش برضه بريال مدريد صحيح بنقول يا ربي طبعاً نوصل وفعل كويس الهلال إن هو يوصل إن شاء الله بإذن الله نوصل إنما لازم نكون وقعين يعني جمهور الأهل كلنا بنتمنى إن شاء الله بإذن الله المكسب إنما يعني أنا بقول إن أهم حاجة بكرة الأداء إن نطلع شكلك كويس شخصية النادي شخصية النادي الأهلي وتحس إن النادي الأهلي يبقى ند وأكتر من ند النتيجة طبعاً بتاعت ربنا محتاجة توفيق من عند ربنا إنما أهم حاجة إحنا بالنسبة لنا الأداء الكويس ونحس أو جمهور يحس إن كل اللعيبة عملت عليها ودت أقسم عندها لأن المفروض المباراة دي بتدي أقسم عندك ما تدخلش حاجة